السلام عليكم كل المخالفات المرورية صارت تسحب مباشرة من حسابك البنكي إذا ما سددتها في هذا الفيديو القصير بعطيكم تفاصيل سحب مبالغ المخالفات من حسابك متى يتم سحبها وهل لك تخفيض لو سددت بدري أو لا أيضا هل تقدر تعترض وهل لو اعترضت وطلع اعتراضك غير مقبول يش مالك الخصم؟ بجاوب عن كل التفاصيل في هذا الفيديو اللي أتمنى يكون مفيد للجميع أولا كل المخالفات اللي قبل تاريخ 9 شوال 1445 هجرية الموافق 18 إبريل 20 و24 عليها مثل ما تعرفون خصم 50% إذا سددتها وآخر فرصة عشان يشملك الخصم هو سداد المخالفات قبل تاريخ 18 أكتوبر 20-24 ثانيا المخالفات اللي بعد تاريخ 9 شوال أو 18 إبريل موضوعها مختلف تماما وما عليها خصم 50% لكن صار فيه إجراءات جديدة لازم تعرفونها وهي كالتالي بعد ما تسوي المخالف لك 30 يوم يتسدد وتاخذ خصم 25% من المخالفة أو تعترض إذا اعترفت فالرد بيكون المرور طبعا بقبول الاعتراض وإزالة المخالفة أو بعدم قبول الاعتراض طيب لنفترض أنك اعترفت ولم يتم قبول الاعتراض وخلصت الثلاثين يوم إيش رح يصير لك بعد الثلاثين يوم هذه خمسة عشر يوم إضافية تسدد فيها ورح تاخذ خصم 25% في هذه الخمسة عشر يوم يجب عليك السداد عشان يجيك خصم أو الدخول إلى أبشر وطلب مهلة 90 يوم اللي هي ثلاث أشهر للسداد طيب التسعين يوم هذه أول ثلاثين يوم منها يعني أول شهر من هذه الثلاثة شهور لو سددت المخالفة أيضا بتاخذ 25% خصم أما الشهرين التالية اللي بعد الشهر الأولى ما يجيك عليها خصم هذا كلام مين؟ هذا كلام المرور مثل ما تشوفون طيب وش يصير لو ما سددت؟ يعني لو خلصت الثلاثين يوم الأولى ثم جت بعدها 15 يوم الثانية أو المهلة وما سددت وبعدين طلبت مهلة 90 يوم وخلصت الثلاثين يوم وأنت ما سددت إيش رح يصير؟ بناء على المادة 75 فقرة 2 من نظام المرور فإذا لم يقوم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصد حساباته البنكية مباشرة ويقع ألية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي وديوان المظالم يعني رح يتم التنفيذ مباشرة من حساب المخالف وأخ مبلغ المخالفة طيب خلوني أقول لكم من كل اللي قلتها لكن باختصار لك 30 يوم سداد تاخذ 25% أو اعترض ما تم قبول اعتراضك لك 15 يوم بعد 30 يوم هذه يتسدد وتاخذ 25% أو تسوي تمديد 90 يوم اللي هي ثلاث أشهر للسداد وخلال أول شهر من ثلاث شهور إذا سددت لك خصم 25% الشهرين اللي بعدها ما لك خصم لكن لو ما طلبت مهلة 90 يوم وخلصت الثلاثين يوم وبعدها 15 يوم فسيتم التنفيذ وسحب المبلغ من حسابك أيضا لو طلبت مهلة 90 يوم وخلصت هالتسعين يوم وأنت ما سددت رح يتم عمل نفس الشيء والتنفيذ وسحب المبلغ أرفقت لكم في خانة الوصف جميع فقرات نظام المرور الخاصة بموضوع التنفيذ والسداد وتلقونا بخانة الوصف إذا عندك سؤال أو إضافة فضلك تبع بالتعليقات أنا محمد الخضير شكرا لوقتك وفي أمان الله